اضطرابات النطق من المشاكل الشائعة التي تكون موجودة لدى 15% من الأطفال حول العالم 70% من هؤلاء الأطفال يمكن تخطيهم لهذه المشكلة بحلول سن الرابعة وهي مشكلة تواجه الأمهات أكثر مما تواجه أطفالهم لأن تسبب لهم القلق والتوتر حول مستقبل أبنائهم للحديث أكثر عن هذا الموضوع ضيفنا لليوم في حقك تعرف الدكتور علاء زايد أخصاء طبي نفسي والإدمان حياك الله معنا دكتور أهلا وسهلا فيك ويسعدك وتشرفت بإني أكون معكم في البرنامج طور عمرك دكتور دكتور بداية خلينا نتحدث عن اضطرابات النطق ما الفرق بين تأخر النطق واضطرابات النطق يعني الناس تخلط بين هاي المفاهيم عسر النطق تأخر النطق الاضطرابات هلا ستة العزيزة أولا مني نحكي شوي عن النطق النطق هي إحدى وسائل التواصل اللي الواحد بتعلمها أثناء نموه الآن النطق اللي هي طريقة إخراج الأصوات اللي هي با ما دا هذا نطق كيف الارتيكوليشن تفاعل اللسان والأحبال الصوتي بإخراج صوت الآن الكلام أو اللغة اللي هي الكلمات الواضحة المفهومة للشخص اللي قدامك أيا كان فهلا الفرق ما بين النطق النطق اللي هو الأصوات اللي بتطلع واللغة اللي هي اللغة المفهومة والكلمات المفهومة هلا ما نيجي نحكي عنها تأخر أو اضطراب يعني ولد احنا منتوقع بنموه الطبيعي في اللغة ما هون السؤال متى أقول أنا طفلي تأخر في النطق لازم نعرف أول إشي المراحل المتوقعة الطبيعية بدل نقدر نحكي ما تتخربطت فمنحكي الولد أول ما يولد بعد فترة من الزمن خلال الستشهر الأولى بيبدأ يكاغي با ما دا كاغا أصوات اللي بيطلعها بعد فترة أطول بيبدأ يطلع أصوات ما ماما دادا بابا الأصوات والكلمات المفهومة بعد على عمر السنتين بيبدأ يسوي كلمة من جملتين بدي مي بدي أكل بدي بو بدي مش عرف شو إلا أشياء هاي على عمر الثلاث سنين تبدأ الجمل تتحول أكثر وبعدين بتصير جمل كاملة ومعقدة وممكن يلقي قصص على عمر الأربعة أو خمس سنين الآن إذا المراحل هاي تخربطت ببدأ أفكر أنه في عندي مشكلة معينة طفل أنا بتوقع منه على عمر السنتين وركزي على كلمة بتوقع وتحت مية خطها بتوقع منه على عمر السنتين يعطيني جملة من كلمتين بس مش عم بيعطيني مش عم بيحكي معي بيحكي معي ممكن يكون الطراب ممكن يكون تأخر نطق وممكن ما يكونش لأنه بنعتمدش على تأخر نطق لأنه والله ما حكاش لازم يكون فيه عوامل أخرى محيطة تانية ما هي هاي العوامل أو الأعراض اللي ممكن بناءً عليها نحكم أنه الطفل تأخر في النطق إنه ما يقدرش يتواصل مع الأطلاف مع الأشخاص اللي حواليه باللغات أو بالطرق التواصل الغير لفظية يعني بالأطفال ممكن ما يعرفش يحكي بس بيمسكك بين أوعيك بجرك يقول لك بديهون بيقشر لك شغلة بيمسكك من أوعيك وديك على مكان معين أو بجيب لأبي بيقشر لك أنه لأ ابني فيها بتفاعل معك فهو متفاعل بس مش عارف يحكي أو مش عارف ينطق متأخر بالنطق هنا بنسميه تأخر بالنطق هلأ مش كل شخص مش كل طفل ما حكاش في السن المتوقع مرة تانية هو يعاني من مشكلة بستنى وبعطيه فرصة أطول لأنه بتعتمد العوامل كتير تاريخ العائلة إذا في عندهم في العائلة حدا يوم من الأيام أخر بالنطق نسميها ليت بلومر يعني ممكن نسأل الولد أو نسأل أمه أو أبو في حدا في العائلة أنتكم بتأخر نطقوا أبو بحكي لك آه والله أنا أم حكت لي أنا حكيت على ست سنين فاميلي هذا إشي بيصير بالعائلة أو لأن عزال الاجتماعي زي ما صار معنا في حجر كورونا جائحة صحيحة جائحة كانت الولاد أعادوا في بيوتهم في الفترة السنية اللي ما بين السنتين والثلاث سنين أربع سنين لفترة التفاعل الطفل مع الأشخاص الآخرين لازم يلعب معهم ما كان فيه أطفال حوالي يلعب معهم فكان عنده انسحاب من المجتمع ما تعلم ما تعلمش يتواصل معهم ما تعلمش يتفاعل معهم ما شافهم مش بالإضافة لأنه في فترة الحجر الأهالي ينشغلوا على تليفوناتهم والأونلاين ميتينز والتعلم عن بعض صحيح والتعلم عن بعض وعاد عن أنه حتى بعض الوظائف تحولت إلى وظائف من المنزل مئة بالمئة فمنع حرم الطفل الصغير هذا من المرحلة المهمة من الحياة أنه حدا يعلمه يحكي معهم فبالتالي صار عنده شوية تأخر بس تأخره مش مرضي تأخره ناتج من مشاكل اجتماعية نفسية محيطة فيه طب دكتور الدلال الزائد وفقدان الدافع لدى الأطفال ممكن يساهم في تأخر نطقهم؟ بأخر إذا خلا نقول بيخربط نطقهم بدل ما يحكي كلمات واضحة بيصير الراء لام وبالدغ فيها بول مثلا تلبية مطالبهم من غير أي تواصل لفظي مجرد ما يأشر لك على كاس الماء تعطيك كاس الماء هذا مش غلط بس لازم هو يعطيها بابا شو هاي هاي اسمها ماء بابا أنا رايح أجيب الماء بنجيب الكاس و بنحطها هلا هاي الطريقة انت بتشجع ابنك يفهم المراحل يستوعب الكلمات عشان يستخدمها لاحقا انه هاي الكلمات هو تعلم فيها أنا و رايح و كاسة و مي و بعدين تفضل فهو بيجمع الكلمات هاي لو ما طلقت هلا حتطلع بعدين هلا فينا مشكلة تانية اللي هي وشائعة كتير اللغتين في البيت ثنائي اللغة البيت ثنائي البايلينجوال بتلاقي الولد متأخر بالنطق بس مش عارفين ليش ما فيش عنده مشاكل أخرى ما في مشاكل عائلية اجتماعي بلعب مع الأطفال بس مش عارف يحكي منيه لأنه والله في المدرسة بيحكوا إنجليزي مثلا و في البيت عربي مثلا أو خادمة في البيت بتحكيش عربي بتحكي معه إنجليزي أو لغة هانية والأب والأم منشغلين بس لما يروحوا على البيت بيحكوا معه عربي دخل بالحيط بطل عارف شو بديو يحكي أو الأم أصلا مش عربية أو الأم مش عربية فكثير مهم إنه الطفل في مرحلة تعلم اللغة إنه يسمع لغة وحدة لأنه بصير أصعب على دماغه إنه يفهم لغتين في نفس الوقت إن أنا عم بتعلم طريقتين تواصل مختلفات في نفس الوقت في مرحلة أمرية صغيرة اللي هي عمر السنتين يعني أنا حسب ما قرأت بإنه لما يكون المنزل ثنائي اللغة قد يعاني الطفل من تأخر في النطق إلا إنه عندما يتعلم اللغتين يتعلمهم بسلامة ويعني بيظهر اللغة بجملها ومفرداتها بشكل صحيح ومتقل مية بالمية بس بتأخر صحيح لا مش مشكلة مرضية السؤال اللي وردنا كثير على برنامج عوافي يعني متى أضطر لتدخل وألجأ إلى تدخل أخصاء النطق أو حتى الأخصاء النفسي في علاج مشكلة تأخر النطق لدى طفلي جميل جداً إذا نظرنا إلى الأسباب نعرف متى نراجع الطب النفسي أو أخصاء النطق مبدئياً أنا عشان أتعلم الشغلة لازم أفهمها لازم أستوعبها لازم أسمع مني فقبل ما يوصل الطب النفسي أو الأخصاء النفسي لازم يكون نعمله فحص سمع وتخطيط سمع عشان يتقيم سمعه مني لأنه ممكن يكون ما بستوعبش خمسين في المية من حالات تأخره نطق ناتجة بتكون عن صعوبات تعلم فهو ما بستوعب أصلاً اللغة اللي بتنحكاله فبالتالي بتواصل معك بطريقة أخرى أو حتى طرق التواصل مختلفة متى بخاف ولازم أرزور معالج نفسي أو طبيب نفسي للتقييم وركزي مع كلمة التقييم كثير من الأهالي بيزورونا على العيادة بقولك أنا ابني عنده توحد أو خايف يكون عنده توحد ليش؟ لأنه بيحكيش مع الولاد التانين أو بيحكيش معنا بطريقة واضحة ممكن يكون تأخر نطق بسيط مش إشي مهم حطوه مع أطفال تانين في عمره واسيبوه هاي نصيحة اللي دائما نسمعها ليش نسمعها لأنه مش كل شخص تأخر نطق عنده توحد اضطراب التوحد اضطراب وطيف طويل عريض فيه منه الخفيف والشديد جدا مش كل شخص تأخر كلامه يعني توحد بس أعتقد يعني طيف التوحد وحتى مرض التوحد بشكل عام هو مرض لديه أعراض واسعة وشاملة يعني لا تتوقف فقط على تأخر النطق صحيح إذن تأخر النطق تكون ليست مشكلة إنما هي عرض يمكن تخطي في سن معينة لدى الطفل وهذا الإشي اللي حكتيه ممكن يكون عرض وممكن يكون لحالها مشكلة مستقلة بذاتها هلا ممكن تفاديها في بعض الحالات نعم تأخر النطق نبدأ بالأول إشي جسديا نفسيا اجتماعيا جسديا فحص السماع عند الأطفال لأنه كثير من أطفال بيكونوا يتعلمون نطق لا يسمعون بديو سماعة أو بديو فحص أذن لأنه في مي خلف الطبلة فبالتالي هو ما بسمعك فمش عم بيتعلم المشكلة دكتور لما تيجي تسأل أهالي أنتو كأخصائيين حتى أخصائي النطق والتخاطب تسألهم كيف سمع ابنكم فيقول لك ابني اسمعني لكن المشكلة السؤال يكمن في إنه هو ليس إنه يسمعك أو لا يسمعك ما هي درجة تسمعوا إليك؟ واحد ممكن يكون في مشكلة معهنة فهموا إليك عفواً كيف تصلوا المعلومة؟ بشكراً يعني أنا نادي الولد أحكي له جمال ليأخذ وقت لما يرد عليه ليش طول لما يرد عليه؟ هذا السؤال ممكن يكون بطنش عنيد زنخ ممكن يكون حرام ما يسمعش فهلا بالتالي هذا التقييم ضروري هلا ممكن يكون ما بفهمش اللي بحكي له إياه بسمع طلاسم أصوات لأنه مركز السمع عنده في دماغ مضروب أو السم أو ذني خربانات بسمعش فبالتالي بيكون بده تقييم هلا هنا بنحكي جسدياً هلا نروح على المشاكل النفسية الأخرى زي ما حكينا قبل شوي وجود لغتين في البيت العنزال الاجتماعي ما في أطفال حوالي من أقران إلو يؤد معهم يلعب معهم يحكي معهم يتفاعل معهم الأهل المنشغلين ما حدا بحكي معه معظم الوقت على التليفون قاعد فهو بسمع بس بحكيش ما تعلم يحكي هاي الشغلات كلها ممكن تؤدي لتأخر نطق وبالتالي تعديلها بيكون بتحديد المسبب أو مجموعة مسببات والتعامل معها كلهم على حدة فهي التواصل هي الكيوورد هون ينحكى مع الولد ويتقيم التقييم ممكن يكون بوسط الأهل وممكن مختصين هاي المرحلة اللاحقة هاي طبعاً هلأ إذا الأهل شكوا إنه ابنهم عنده مشكلة نطق يوصلوا للمختص فوراً يعني بهذا الكلام وهذه التوصية نختم دقائنا معك دكتور علاء زايد أخي صائط بالنفس والإدمان وشكراً على نشر التوعية من خلال هذه الفقرة لأنه هذه مشكلة فعلاً شائعة للطفل خصوصاً إن شعرنا بإرباك في نمو الطبيعي في سن السنتين كل الشكر إليك دكتور كل الشكر إليك وأنا أشكركم على الاستضافة الجميلة هاي أعطيكم على الاستضافة الجميلة ترجمة نانسي قنقر